معي الآن من بغداد مباشرة أشواق الجافة النائبة عن التحالف الكردستاني ضيفة الحصد الإخباري أهلا بك سيدة الجاف اليوم أنتم ناقشتم في اجتماع المجلس الأعلى للإستفتاء في كردستان موضوع المقترح البديل للأمم المتحدة لكنكم ما زلتم مصرين على إجراء الإستفتاء في موعده لماذا ما هو المقترح وهل لم تقتنعوا بهذا نعم تحية لحضرتك ولمشاهدك الكرام أنا لدي نقطة مهمة جدا أود التعليق على تقريركم الذي تفضلتم به وهي بمطالبة الكرد بعملية الإستفتاء بسبب تقارب العرب من بعضهم البعض نحن لم نكن سببا في مشاكل العرب فيما بينهم بل إنه عدم إعطاء الحقوق لمكونات الشعب العراقي هي السبب وراء المشاكل ما بين المكون العرب رح نتكلم عن حقوق طبعا بالتالي ليس هو سبب طلبنا لي بس اسمح لي عفوا وبالتالي مطالبتنا للاستفتاء بسبب انتهاكات الدستور في الخمسة وخمسين بند منه والذي أتينا به بملف إلى بغداد وعرضناه على الكتل السياسي وعلى السفرات الخارجية وعلى بعثات الدبلماسية أيضا إذن هو ليس بسبب التقارب وإنه بسبب انتهاكات الحقوق اثنين ما هو معيار القوة الذي تحدث فيه عضو تيار الحكمة له السلاح وتكرار سيناريو صدام الذي قام به ضد الكورد نعتقد أن اليوم هو الوضع مختلف جدا عما كان في السابق في السابق لم يكن للكورد فقط الجبال عندما كان يأتي النظام السابق وأزلامه كانوا يلجأون قوات الفيش مرقا إلى الجبال لكن اليوم نحن كمكون كردي جزء من التحالف الدولي في الحرب ضد داعش وستراتيجيتنا السلام والتعايش السلمي والأخوي وبالتالي لا للقوة لا للتهديد هذه اللغة مرفوضة في العراق اليوم أي ما مهود نكسب الذي تحدث عنه نعم يعني رح تأخذينا في الوقت نحن نريد نأخذ منك أكثر وقت بالمعلومات يعني هو تيار الحكمة يؤكد أيضا نقطة أخيرة نقطة أخيرة نقطة أخيرة ما هو المكسب الذي حصلنا عليه ما بعد 2003 فقط الدستور الذي هو ضامن لجميع حقوق العراقيين والذي صوت عليه الشعب الكردي حقيقة في 2005 ظن منه بأنه سوف يطبق ويحصل على حقوقه حال حال أدناء الشعب العراقي الآخرين لكن مع كل أسف هذا الدستور جمد وحتى القوانين التي تخرج من مجلس النواب فيها حقوق مكون واحد فقط وليس المكون الكردي وهناك الكثير من الأمثلة لكن لضيق الوقت لا أتطرق إليه ما دام جبتي سيرة الردود من القبل للطرف الآخر أيضا يعني تيار الحكمة يؤكد أنكم حصلتم على حقوقكم أكثر مما كنتم تحلمون به وأنتم متخوفون من العراق الجديد القوي اليوم بعلاقاته الخارجية مع الدول المحيطة به أنا أجبت على هذه الأسئلة ما هو منطلق القوة الذي تحدث عنه؟ إذا كانت العلاقة الدبلماسية أنا أعتقد بأن ضيفك الكريم قد نسي بأن هناك أكثر من 30 قنصلية وبعثات دبلماسية أجنبية وعربية في كردستان وإذا كان يتحدث بمنطلق القوة السلاح فأنا أعتقد بأنه لا للغة السلاح في العراق اليوم وأعيد وأكرر إقليم كردستان اليوم جزء من التحالف الدولي في معركة ضد داعش وزارة الدفاع العراقية وزارة البيشمرق الكردستانية مع التحالف الدولي إذن لا مجال للغة القوة في عراق اليوم ولا مجال لتكرار ما كان يفعله النظام السابق فبالتالي ما هو معيار القوة الذي كان يتحدث عنه أنا لا أعرف المكاسب التي نحلم بها ما الذي نحلم به تطبيق دستور الذي كنا نحلم به هو تطبيق الدستور والدستور قد جمد وانتهك 55 بند فيه إذن ما الذي حصلنا عليه أنا لا أعرف ما هي المكاسب التي كان يقصدها وهي الدستور مجمد الذي فيه يعني سيدة الجاف حتى القيادة بالدحالف الوطني الدكتور موفق الربعي أكد لنا أنكم بإجراء الاستفتاء هو الهروب إلى الأمام أنتم لديكم فساد مالي وإداري ولم توزعوا رواتب البيشمرق وبقية رواتب الموظفين يعني الفساد عندكم في حكومة الأقليل أولاً الحكومة الاتحادية والسياسية هم آخر من يتكلم عن الفساد وأعتقد بأن شاشات تلفاز كوم التي هي أحد شاشات التلفزيون يومياً تنقل فضائح الفساد التي أصبحت كسرطان تنقل مؤسسات الدولة العراقية فبالتالي كل العراقيين يشاهدون يومياً ملفات الفساد على شاشات التلفاز بشكل علني فبالتالي من بيته من زجاج لا يخذف الناس بالحجر هذا أولاً اثنين نحن لا ندخل في مهاترات إعلامية نحن نناقش قانونياً ودستورياً حق تقرير المصير الذي هو حق إلهي وحق دستوري وحق قانوني أما أنه الجبهة التي تعادي حق تقرير المصير وتحاول أن تشوش عليه تارة تقول بأنه مشروعاً تركياً وتارة أخرى تقول هو ليس للاستقلال وإنما هو للضغط على الحكومة الاتحادية للحصول على المكاسب وتارة تقول بأنه للتغطي على الفشل في الحكومة الإقليم أين هو الفساد؟ ونحن لسنا لدينا موازنة نحن لدينا قروض وتصدير النفط هو لي بشكل مفصل لي تزيد رواتب البيشمرقة التي تم تنع الحكومة الاتحادية يعني أعطاها مع أنها قوات البيشمرقة تحارب داعش جنباً إلى جنب مع أخوانهم في الجيش العراقي والحجد الشعبي وتم تنع عن أعطاء حقوق الشهداء من قوات البيشمرقة الذين يستشهدون يومياً في نفس الخندق الذي يستشهد الفرد في الجيش العراقي والحجد الشعبي والحجد السني بالتالي هي تدفع كل هذه الرواتب وكل هذه الالتزامات عليها وتدفع القروض التي أثقلت كاهلة بسبب امتناع الحكومة الاتحادية عن إعطاءها حقوقها مع أنه كانت تستلم نفط الأقليم وأيضاً مبالغ الحدودية من الأقليم لكنها انتنعت لعدة أشهر أن إعطاء الحقوق وبالتالي تسببت في تكبدنا إلى قروض نعم يعني مبادرة رئيس الجمهورية رحب به الطرف الآخر التحالف الوطني رحب بهذه المبادرة بحل المشاكل بالحوار بين أربيل وبغداد ولكن بعيداً عن الاستفتاء مع جول احترامي لأي مبادرة لا تحترم إرادة الشعب في إقليم كردستان هي مرفوضة لأنه نحن استراتيجيتنا هو الحوار أنا قلتها استراتيجيتنا في الإقليم هي الحوار مع بغداد هم موافقون على الحوار لكن بعيداً عن الاستفتاء لا يمتلك شخص الحق في أن يقول لا للاستفتاء إلا الشعب الكردستاني وبدليل أنه عندما أتت الدول العظمى واقترحت مقترحاً بديلاً لفخامة رئيس الإقليم هو قال الموضوع ليس شخصي لا يتعلق به يجب أن ألجأ إلى اللجنة العليا للاستفتاء وأعرضها عليهم وبالتالي هم من لهم حق لتقرير باعتبار أنه كل هذه الجهات الممثلة تمثل أبناء إقليم كردستان والذي انتهى اجتماعهم قبل وقت قليل من برنامجكم هذا ولم يدلوا بقرار نهائي لا معا ولا ضد الخيار لكن أريد أن أختصر أي بديل للاستفتاء في إقليم كردستان يجب أن يكون أولاً البديل أقوى من الاستفتاء وموعد الاستفتاء فيه واضحاً ومحدداً وبضمانات دولية من الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي لماذا؟ لأننا صحيح مع الحوار لكن أمضينا 14 سنة من الحوار مع الحكومة الاتحادية لتطبيق الدستور لكنها لم تلتزم هل نمضي باقي حياتنا في الحوار ولا نحصل على أي بن دستوري على أرض الواقع؟ طيب نرجع للسؤال الأول هي مهمة جداً يعني المقترحات البديلة من الجهات الدولية الأمم المتحدة قدمت مقترح بديل من الواضح أنكم لم توافقوا على أي مقترح مقدم من الجهات الدولية سيد الفاضل جوابي كان واضح وصريح اللجنة العليا للإستفتاء لم تصدر قراراً نهائياً انتهى اجتماعها قبل أعتقد نصف ساعة بالتحديداً من هذا البرنامج أو هذه النشرتكم التي تعرضونها الآن لم يصدر قراراً نهائياً لا بنعم ولا بلا هو ما زال يناقش الموضوع لكن أنا أعيد وأقول لا بديل للإستفتاء إلا ببديل أقوى منه عندما أقول أقوى منه بوقت آخر وبضمانات دولية من قبل الأمم المتحدة أو مجلس الأمن الدولي يعني حتى لو بغداد استخدمت القوة ضد الإقليم حتى لو بغداد استخدمت القوة ضد إقليم كردستان أولاً وأخيراً وأعيدها مرة وأخرى وسوف أستمر بقولها لا للدم لا للقتل الإنسان لا للغة التهديد لأن هذه اللغة ولت مع النظام السابق بالتالي الحوار القانوني والدستوري لأننا الأساس القانوني الذي نعتمد عليه في إقليم كردستان هو حسب القانون الدولي الذي يقول أما دستور الدولة التي تمتمي إليها أو القانون الدولي نحن في إقليم كردستان نمتلك الأثنين دستور العراقي ينطينا هذا الحق والعهدين الدولين الذي وقع عليهم العراق في سنة 1970 يعطينا هذا الحق بالتالي نحن مصدر قوتنا في الدستور والقانون يجب أن يناقشون بالدستور والقانون أما من يلوح بلغة القتال هذا أسلوبه نحن ستراتيجيتنا السلام والتعايش السلمي ومن يعتقد بأنه لغة السلاح سوف تثني الشعوب عن المطالبة بحقوقها لكان النظام الصدامي السابق قد فلح لكنه لم يفلح لأنه المطالبة بالحقوق لا يمكن أن تنتهي بلغة السلاح لا يمكن أن تقتل باستخدام السلاح خلينا نروح على كاركوك هناك معنومات تقول أن بغداد تصر على تعيين حاكم عسكري لكاركوك وماذا لو صرت بغداد أيضا على إقالة المحافظ نجب الدين كريم أولا مع كل أسف البرلمان العراقي أصبح جزء من المشكلة وليس من الحوار أو الحل المشاكل وبهذه القرارات الغير دستور والغير قانوني الذي اتخذها هو يقطع الطريق أمام الحوار ما بين الحكومتين الحكومة الأقليم والحكومة الاتحادية لماذا؟ لأن قرار ضد الاستفتاء كان هو إسقاط فرض من على كاهل مجلس النواب بأنه أرسل رسالة للشعب العراقي بأنه قام بخطوة ضد الاستفتاء بغض النظر عن دستورية هذه الخطوة هذا القرار هو في انتهاك المادة الستوربعي من الدستور العراقي لأنه مس جوهر الحق والحريات وحسب المادة الستوربعي لا يمكن تقييد الحق والحريات إلا بقانون على أن لا يمس جوهر الحق والحرية وحسب مقرارات الأمم المتحدة فإن حق تقرير المصير هو من جوهر الحق والحريات إذا قرار البرلمان العراقي هو غير دستوري قرار الإقالة غير قانوني لماذا؟ لأنه اعتمد على قانون 21 سنة 2008 مع أنه حسب قانون 36 لسنة 2008 في فقرة 23 خامسة تقول كاركوك غير ملزمة وغير مشمولة بالقانون 21 سنة 2008 وإنما مشمولة بقانون 71 2004 إذن القرار الذي أصدره مجلس النواب بإقالة محافظة كاركوك غير قانوني وسهولة الطعن بي أمام المحكمة الإدارية والغاءة هو سهل لكن مع كل أسف البرلمان إذا استمر بهذا النهج أنه يرسل رسالة سلبية للعالم بأنه برلمانا لا يحترم القانون والدستور وإضافة إلى ذلك أنا أقول بأنه يقطع الطريق أمام الحوار ما بين الحكومتين وهذا شيء سلبي حقيقة مع أنه هذه القرارات دفعت أبناء الإقليم بعض أبناء الإقليم من كان لديه عتب على الحكومة وكان لا يرد أن يذهب إلى التصويت بقرارات مجلس النواب العراقي الغير قانوني الدستورية قال بأنني سوف أذهب وارد على انتهاكات البرلمان العراقي لحقوق إقليم كردستان سأذهب وأقول نعم إضافة إلى ذلك وحد كافة الكتل الكردستانية وانسحابها بأجمعها من قاعة البرلمان ومقاطعتها لجلسات مجلس النواب هو كان جواب على كل الذين يشككون بمصداقية أو دعم الكتل الكردستانية لعملية الاستفداء في أقليم كردستان ضيفة الحصاد الإخباري لقناة الفلوجة السيدة أشواق الجاف البرلمانية عن التحالف الكردستاني شكرا جزينا لك شكرا جزينا لك شكرا جزينا لك